أجرى مراسل تلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاصا مع المفاوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون وذلك على همش فعلية قمة المناخ بشرم الشيخ ضمن فعليات كوب 27 كما ذكرنا سابقا هي الاتفاقيات المشاركة وتوقيع أيضا هذه الاتفاقيات بين الدول ومصر وقعت اليوم عدة اتفاقيات ومن أهمها الاتفاق الخاص بالاتحاد الأوروبي والتمويلات المختلفة للهيدروجين الأخضر نتحدث عن هذه الاتفاقية معي الآن المفاوضية الأوروبية للطاقة شكرا لوجود سيادتكم معنا نتحدث اليوم عن أحد أهم الاتفاقات تمت فيما تعلق بالهيدروجين الأخضر كيف تعتقدين أن هذه الاتفاقية سوف تغير الطريقة التي نتعامل بها مع التحول الأخضر هنا في مصر الهيدروجين الأخضر هو بديل الغاز الطبيعي والوقود الأكفوري وخطوة بخطوة سوف محل استخدام الغاز والوقود الحفري وفي مصر فرصة عظيمة لاستخدام الطاقة الشمسية وأيضا استخدام الهيدروجين الأخضر وأن تكون السوقا يعتمد عليه ومصر من أوائل الدول التي تتعامل مع هذه الحقيقة بالتالي فإن مصر دائما تعتبر شريك بالنسبة لنا وفي الصيف حين كمنا بالتوقيع على مذكرة التفاهم المرتبطة كان هناك مذكرة تفاهم ثنائية وأيضا تم الاتفاق على أنه فيما وراء هذه المذكرة سوف يتم التعامل في القطاع الأخضر ونحن نتحدث عن العديد من التوقعات ما الذي سيتم تطبيقه على الأرض حيث أن الموضوع الأساسي للكوب هو التنفيذ القضية الأساسية مرتبطة بالتنفيذ بالفعل وكيف يتم إنفاذ هذه الاتفاقات نحن نقوم بالتنفيذ السريع وبالنسبة لنا في أوروبا فإن الهيدروجين الأخضر يعتبر فرصة للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي فروسيا لم تعد شريكا يتمد عليه ولهذا السبب فنحن نحتاج بأسرى ما يمكن أن ننتقل إلى الاستخدام الأخضر للطاقة هو أن يكون هناك تحول إلى الهيدروجين الأخضر وهي يمثل حلا بالنسبة لنا